هلو عاملين ايه وحشتوني جدا رجعت لكم في فيديو جديد لو لسا اول مرة بتشوفي القناة بتاعتي متنسيش تشتركي في امن الزرارة الاحمر اللي تحت وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا منزله لو عجبت الفيديو ده اعمليلي لايك وكمنت عاصل برايك واللي عايزة فيديو اي حاجة تكتبلي تحت في الكومنتات وانا هعمله على طول وبالمرة تشاركوني يعني في الافكار فيديو النهاردة وهو حاجات لازم تكون عند كل بنوتة واول حاجة هبتدي بيها وهي عادة لازم تكون عند كل بنوتة مش حاجة وهي ازازة مية خاصة بيك زي كده تحطيها جمي منك تبضل تشربي فيها طول اليوم واتمنى تاديها ثلاث مرات يعني تخلصي ازازة من دي ثلاث مرات في اليوم قديها يفرق في بشرتك قديها يفرق في شعرك قديها يفرق في جسمك ولو انت بتخسي فانت كده بتساعد نفسك ولان الميا بتترتب белحضة الدهول من الجسم وبرض بترتب الشعر لان الشعر في الشتاب الزال بيبقى جاف والبشرت بجافة فمياه ثلاث مية بترتب شعرك وبخرتك وكمان المية بتجمع الهيليورونيك اسد او بتكون الهيليورونيك اسد عاول اساسي يعني في الهيليورونيك اسد فمتيكده بتاخدي هيلورونيك اسد طبيايا منغير ما تحطيها ببشرتك بَتكونيه داخلين فدي لازم تكون عند كل بنوتة عادة اساسية في صحة humanities تاني حاجة مش هقولك لازم يكون عندك فوطة خاصة بيكي هقولك هاتي منادي خاصة بيكي انا بجيبهم كل 4 ايام او 5 ايام الا 4 ب 10 جنيه يعني تصدف ال 10 جنيه كل 10 ايام معلش بس اهم حاجة بشرتك متضرش ولا يطلع لك حبوب ولا يجي لك بكتريا او فيروسات وبالذات لو انت بشرتك ضغنية ومسامك على طول مفتوحة فممكن تنقطي اي بكتريا من الفوطة بالذات لو اختك استخدمتها من وراكي اخوك استخدامها من وراكي بوبوكي مومتكس سحب يعملو الحركات مقارنة وانتو عارفين فانصح جدا بالمنادي لان انت هتخذي واحد تمسحي بوشوتك و هترميه فما يعني مفيش مفيش يعني الضرر ليك او مفيش اي حاجة ليكي تمام بعد كده حاجة طبعا هتفر مع شعرك جدا جدا وهو ان يكون لك فرشة خاصة بيكي حفظي عليك خليها بتاعتك لان بوبوكي بيستخدم جن امك بتستخدم حاجات طبيعة شعرها اختك بتستخدم حاجات طبيعة شعرها انت طبيعة شعرك ضغني جافة محتاجة حاجة تكون لكي انت زاد لو حد عنده قشرة هتتعادي انت فالحاجات دي كلها بتبقى غلط جدا بالذات لو انت عايزة تطويلي شعرك او تعالجي شعرك من حاجة معينة افضل فرشة تستخدمها وهي الفرشة دي الفرشة الخشب الدقيب جدا بحبها كلما تتكسر او الهدام بتاعتها تقع زي ما ارادتك في الفيديوهات اللي فايتت باشتري واحدة تانية على طول دي سعرها 35-45-55 يعني مش هتزيد عن كده بس مش هتقل عن كده وده شكلها حلوة قوي وانا فيش حاجة اسمها بقى نوع خشب حلوة نوع خشب وحش هي فرشة خشب ما تقوليش نوع عاملة ازاي هي فرشة خشب بتروحي لأي مكان تقوليوه سمحني عايزة فرشة خشب هيديكي واحدة كلهم زي عبوا عدة بس في واحدة اصغر من نوع خشبها اغمق شوية عادي للكنين عادي مش هيفرق يعني شاب في ناس بدقق بس في الحاجات دي وبعد كده طبعا دي حاجة بقى متعلقة بالنظافة الشخصية بقى او دي مش هقولكو بقى كل شوية من ضوء طبعا معجون اسنان خاص بيكي وفرشة اسنان خاصة بيكي عايزة اقولكو المعجون ده حلوة قوي من سيجنال ده بالفح حلوة جدا وسعره ورخيص وقاعد مال حد وقت ثلاث شهور معيني واخص الاسنان لكل يوم وسعت مرتين في اليوم والله قدامه ده حيفرق لان مثلا وانتي عدم خطيبك او عدم عجوزك واسنانك صفرة تخيل شكلك يبعمل ازاي او اسنانك متوسخة وانتي بقى بتتحكي بقى اقا 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 او تخيل المنظر بقى يالاه وعاكس بقى انت فيها حازمة انسي شكلك اي بقى مش عايزة اقولك اتب اي عاملة ازاي اصطاره مش متخيلة شكلك يبعمل ازاي فليه نحط نفسنا في الموقف الصعبة دي وحنا معينا اللي اتنين دولة جمام شايد بدل ما تجيبي روجو يعني يعني هتكون يحطها روجو واسنانك صفرة ايه يعني بصراحة فمهمين جدا لازم يكون عند كل بقى المنتقى لازم بالزاد بقى لو انت مخطوبة او متجاوزة جماعة الحاجات دي بتفرق مع الرجالة الرجالة ممكن تكون بكرشو شعورها مانقوش بس تقولك بنت اسمنا اصفر اعرفينه اللي واي يا عم يا اومر يا جميل معها بس انكم احنا ايه اللي معنا حق بعد كده ده لازم يكون عنده كل بلنوتة البيبي كريم انا مش بنصح بالقى اندشا ولا بنصح بالبيبي كريم والله بس لازم يكون عندك الخارجات السريعة افريدي وشك مجد وشك تعبان تحت عينك اسود النهار الده مشارك يكون عندك هلات بس تحت عينك اسود من الاراق تعبانة بجد يعني فلازم يكون عندك بيبي كريم ده بيبي كريم معالج ده بجل الصربار احلى الحاجة في ان هو بجل الصربار يعني مرتب ومعالج ونفس الوقت من براند كوري اسمها تناكو كريم ده حلوة قوي انا مش بحطه طبعا بصورة يومية ولا بصورة اسبوعية بحطه كل مناسبة بس بيدي اشراكه كده للوش وبيدي ساحة كده للبشرة فلازم تنقي بيبي كريم يكون حلو للمناسبات والخرجات والكلام ده يعني فبدلا من انت تنزلي كده ببشرتك ساعات بنات باشوفها او ما بتحبش تحوط ميك اپ شباهي بس اكيد لازم نحوط ميك اپ فيه بس اكيد لازم نحوط ميك اپ فيه فيه بيبي كريم يعني لازم فانصحكو يعني كل بنوطة تكون عندها بيبي كريم معالج زي ده تمام بعد كده طبعا الحاجة المهمة بقى المهمة الاهم من اي حاجة وهو كريم العين لازم كل بنوطة تكون عندها كريم عين الكريم عين ده بخمسين جنيه اولا هيعالج معاك جفاف تحت العين وطالما مفيش جفاف مفيش تجعيد انت كده بتاخري التجعيد بتاعتك هيرطبلك تحت العين كويس جدا جدا ولو انت ابتصاري فهتحاولي تساعد عينك لما تعجزيش بس انت ابتصاري بس تتحب الصهر بس اساعد عينك شوية ده بخمسين جنيه من أورفلام كواموجل حلو بس مش بيشيل هلات بس هيساعدك في ترطيب العين فلازم كل بنوطة تكون عندها ده احسن ما يبقى جفاف وهلات انت كده بتضمر عينك يعني حلو جدا 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 بس مش بيضيع الهالات فاحنا عايزين نبحث في طريقنا للبحث عن حاجة لتضيع الهالات فلو لقيت حاجة احلى منه سعرها مناسب برده اكده اقوله لكو بس لازم يكون عندك كريم عين بس شرطي يكون عندك ده اي كريم عين حاجة لازم تكون عند كل بنوطة وهو سان بلوك يا جماعة بترجعوا من الخروجة في مسامات واسعة الوش بيستمر وشك مجهد طلع لك حبوب طلع لك اللي هي البقاء السودة طلع لك اللي هي النمش البقاء الشبه النمش مش النمش كل الدعشة مش بتستخدمي سان بلوك فالسان بلوك ده من افينس ممكن تلاقيه في السعيدليات الكبيرة بسأليه في السعيدليات الكبيرة في الجروبات الانلين يعني الانلين ما خلاش حاجة يعني جميعا ده الاس بي اف بتاعه خمسين في المية وده كريمي يعني مع ان انا بشرتي دونية بس حلوه معي و بشرتي بتمتصه وزاي الفل ومش بتشمله حاجة ولا بيطلعوا حبوب ولا بيعبل اي حاجة وفيحمل بشرتي وبشرتي بترجع زي ما هي يعني اللي ورحها البحر ببقى معي في الشمطة وكل ثلاث ساعات بجدده كل ثلاث ساعات لازم تجدين سان بلوك لان مفعوله بيروح فده كان بمية وثلاثين جنيه ويبالاش وعد معي بالوس انا الرجل ما تكلمش معني بعد كده لو انت بنوتها بتحطي لانسز لازم يكون عندك قطرة مطهيرة اللي عين القطرة دي مقولكوش مقولكوش بجددها لجمال اسمها نفكم تحفى تحفى دي كانت بخمسة عشر جنيه وبتناشر جنيه والله العظيم الجمدة جدا قبل ما بحطت اللانسز بحط منها وبعد ما بقلع اللانسز بحط منها بجد بتفريق جدا وعارفين بتاقتل كده البكتيريا اللي جوه العين سواء بتحطي لانسز او لا بس البنات اللي بتحطي لانسز لازم يكون عندها القطرة دي حاجة اخيرة لازم تكون عند كل بنوتة هو ده لو انت مش بتحب تحطي لابستاك او بروش ممكن تحطي لبورن بيبدي كيلون زي كده تخرجي بيه عادي ما خطيبك تخرجي بيه بقى عموما دابل افوكاتو جان 15 جنيه بس فدي الحاجات اللي مفروض تكون عند كل بنوتة هعمل برضو حاجات مفروض تكون عند كل بنوتة للبشرة والشعر والجسم لو عايزيني الفيديوهات ديش هجاون تحت في الكومنتات وعملولي لايك الفيديو ده لبويو سنو نبديوهات ديش